أولت الدولة التنمية المستدامة أهمية قصوى منذ ثورة الثلاثين من يونيو لعام 2013 حيث ظهر ذلك في تفليل العقبات التي واجهت تنفيذ المشروعات وذلك لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيطات الزمنية المحددة لها جهود الدولة لم تقتصر على ملف بعينه لكنها تضمنت المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورياضية وذلك ضمانا لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في جميع المحافظات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 شهدت مصر إنجازات غير مسبقة في المجالات والملفات التي تهم المواطن بمختلف المحافظات وكان لصورة الثلاثين من يونيو الفضل الكبير فيما تحقق من تطور في جميع القطاعات الخدمية وضعت صورة الثلاثين من يونيو المجيدة مصر على طريق الخير والتقدم والبناء والتنمية كما أن الاستثمارات التي ضختها الدولة في مجالات الإدارة المحلية خلال تسع سنوات دليل على انحياز القيادة السياسية للعدالة الاجتماعية بين كافة أبناء المحافظات الإنجازات المتنوعة في مجالات الإدارة المحلية على أرض الواقع بالمحافظات تأتي في ظل متابعة دورية ومخصصات مالية كبيرة لتنفيذ استثمارات ضخمة بلغت قيمتها نحو سلاسمائة وستين مليار جنيها دور حيوي لعبته الدولة في مجال الطرق من خلال تنفيذ 12 ألف مشروع بإجمالي استثمارات بلغت تسعين مليار جنيها لرصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء الكباري للحفاظ على أرواح المواطنين وحال الاختناقات المرورية وفي مجال تحسين البيئة ومنظومة المخلفات أنفقت الدولة 57 مليار جنيها على تنفيذ 7200 مشروع وتضمنت الجهود في منظومة المخلفات الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة تنفيذ 225 مشروعا بتكلفة بلغت 8 مليارات جنيها فضلا عن زراعة 7.7 مليون شجرة من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وعلى صعيد تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالقرى والمدن نفذت أجهزة الدولة 15 ألف مشروع بتكلفة وصلت إلى 35 مليار جنيها كما تم تنفيذ 3500 مشروع في مجال الأمن والإطفاء والمرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة إلى جانب إنفاق 9.3 مليار جنيها لتنفيذ 2445 مشروعا لتطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية ودعم تنفيذ احتياجات عاجلة بالوحدات المحلية عبر 4000 مشروع بتكلفة وصلت إلى 15 مليار جنيه وبهدف الحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة نفذت الدولة خطة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات فتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحديد 147 مجزرا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيها محافظة شمال سيناء احتلت مكانة خاصة في عملية تنمية وتطوير قطاعاتها المحلية من خلال مشروعات متنوعة لرصف الطرق بأطوال بلغت 120 كيلو متر لربط مدن ومراكز شمال سيناء بتكلفة وصلت إلى 3 مليارات جنيه وبشأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نفذت أجهزة الدولة بقطاعات الإدارة المحلية بالمحافظات مشروعات في 375 قرية بتكلفة وصلت إلى 12.5 مليار جنيها كما تضمنت جهود الدولة خلال السنوات التسع الماضية الحد من ظهور مناطق غير آمنة جديدة من خلال تنفيذ 5.450 مشروعا بالإضافة إلى تنفيذ 300 ألف وصلة صرف الصحية وحل مشكلات 350 من المشروعات المتعسرة بتكلفة 40 مليار جنيها مما أدى إلى توفير 55 ألف فرصة عمل وفيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح نحو 2.8 مليون طلب تصالح وفيما قال تطوير المواقف وساحة انتظار المركبات تم إنشاء وتطوير 2931 موقف وساحة بتكلفة وصلت إلى 2.5 مليار جنيها مع تخصيص 10 مليار جنيها لترفيق المناطق الصناعية تشجيعا للاستثمار ترجمة نانسي قنقر